بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مدرسة المنتظر خاصة معكم مستر هشام مدرس اول علوم ان شاء الله النهاردة هتكون بداية اول حصة لمنهجنا في الترمي الاول اتمنى ان شاء الله تكون بداية موافقة هنبدأ ان شاء الله باول جزء في الدرس الاولاني عن الحركة والصورة. السؤال الاول اكمل العبارات الآتية بما يناسبها. رقم واحد العاملان الذين يمكن بهم وصف حركة جسم ما هما نقط ونقط. العاملين اللي انا بستخدمهم عشان اقدر اوصف الحركة بتاعت الجسم هما المسافة والزمن. رقم اتنين السرعة في الزمن تساوي نقط وهي تقدر بوحدة نقط. سرعة في الزمن يعني حاصل ضرب عين في زين. من المسلسة جماعة بتاعنا عين في زين بتساوي فيه يعني المسافة. وهي تقدر بوحدة الوحدة اللي بتدأس بها المسافة متر او كيلو متر. السؤال الثاني ضع علامة صحة او خطأ. رقم واحد ابسط انواع الحركة هي الحركة في مسار منحني. اللي جابه غلط. طبعا ابسط انواع الحركة هي حركة فيه مصار مستقيم. رقم اتنين. مصار الحركة في اتجاه واحد قد يكون مستقيما او منحنيا او كلاهما معنا. اجابة صحة. رقم تلاتة تعتبر حركة القطار من امثلة الحركة في اتجاه واحد. اجابة صحة. رقم اربعة تزداد سرعة الجسم المتحرك عندما يقل الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة. الاجابة صحة. سؤال التالت ما معنى قولنا ان جسم متحرك يقطع مسافة مقدرها اتنين متر في السنة. الاجابة اي ان سرعة الجسم تساوي اتنين متر لكل سنة. سؤال الرابع مساء المتنوعة اول مسألة. خطار متحرك يقطع مسافة مقدرها خمسين متر في زمن قدره اتنين سنية. احسب سرعته مقدرة بوحدة كيلو متر لكل ساعة. طيب بص يا جماعة هنا مديني المسافة ومديني الزمن الاتنين بوحدات صغيرة. وطالب مني حساب السرعة ولكن بوحدة كبيرة وحدة الكيلو متر لكل ساعة. الحل بالنسبة لنا احنا نحسب السرعة الاول بالوحدة الصغيرة وبعد كده نحولها للوحدة كبيرة. زي ما نشوف مع بعض كده السرعة بوحدة المتر الكل سانية هتساوي المسافة على الزمن. يعني عيين بتساوي فيه على زين. هتساوي هنعوض عن المسافة وزمن اللي مدهم لنا. خمسين على الاتنين هتطلع بخمسة وعشرين متر لكل سانية. الخطوة اللي بعد كده هنحول الخمسة وعشرين متر لكل سانية دي الى كيلو متر لكل ساعة. تحويل من الصغير للكبير وحدة الصغيرة لوحدة كبيرة بنقسم. وهنا تحويل وحدة السرعة بقسم على خمسة على التمنتاشر. فيكون الناتج خمسة وعشرين على خمسة على التمنتاشر هيساوي تسعين كيلو متر لكل ساعة. المسألة التانية. القطار بدأ رحلته الساعة السابعة صباحا. فمتى يكون موعد وصوله? اذا كان القطار يتحرك بسرعة مية كيلو متر على الساعة ليقطع مسافة قدرها خمسمية كيلو متر. المسألة يا جماعة طالب مني موعد الوصول. يعني الاول هجيب الزمن من المعطيات اللي عندي اللي هي السرعة والمسافة. وبعدين هحسب المعادة اللي هيوصل فيه. الاجابة الزمن هيساوي المسافة على السرعة. زين بيساوي فيه على عيني. هتساوي خمسمية عالمية. هيساوي خمسة ساعة. ازا الاطرة هيستغرق في الرحلة دي خمس ساعات. الاجابة ما خلصتش لغاية هنا. ان هو بيقول لي معاد الوصول. هو طلع من الساعة سبعة صباحا وحيستغرق خمس ساعات. ازا موعد الوصول هيبقى سبعة زائد خمسة. ابنتك يكون اتناشر. يعني موعد وصول القطار الساعة الثانية عشر صورة. تمام? دي كده كانت اخر حاجة في الحصة الاولانية. ان شاء الله اشوفكم على خير في الاجزاء التالية للمناج بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة